ايام ولايالي وهم يزحفون باتجاه العدو في منطقة الاربعين شمال مدينة تعز ويفككون عشرات الحقول من الالغام والشبكات التي سمعت لمنعهم من التقدم ووصلوا بالفعل الى مواقع العدو واستعادوا مواقع مهمة وتقدموا ببسالة وطرحيات كمن ينحت بالصخر وهم يرون ان الحصار قد طال على مدينتهم ويجب ان ينتهي تم تحقيق انتصارات وتقدمات ملموسة لأفراد القيش الوطني بالكتيبة 16 مسنودة ايضا من ابطال القيش الوطني في الكتيبة 17 في اللواء 22 ميكا تم التقدم الى منطقة بعيدة جدا انهاروا الحوثيون وبسبب ذلك هم يستهدفون المناطق والحارات والابرياء بقذائفهم بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة فمنذ يومين حاولت الماليشيات ان تستعيد المناطق التي اخذت منها من قبل قيش الوطني ولكن باءت بالفشل ثم بعد ذلك لقاءت الى ان تضرب مثل كل مرة بالقذائف هناك ضحايا ابرياء هناك ضحايا من النساء من الاطفال ومن المدنيين يتقدمون بثبات ويواجهون العدو بعزيمة لا تلين ويكبدونه عشرات القتلى والجرحى وخاصة بعد دفعهم بمئات من المقاتلين المدنيين الى المعركة كما افادنا مصدر عسكري والذي ذكر ايضا لان رجال الجيش يشفقون على هؤلاء المغرر بهم ويطالبونهم بعدم التوجه الى مناطق التماس كونهم من ابناء المحافظة اولا وصغار السن وغير متمرسين للقتال كما تعرض شرق المدينة ظهر اليوم لقصف هستيري من قبل الميليشيات المتمركزة بتبة السلال وسوفتيل بالسلاح الثقيل مما افزع السكان وعلى رأسهم الطلاب واولياء الامور فالانفجارات التي استهدفت الجحملية وحية الرضوان كانت مرعبة وتهز المدينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر